بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ورحبا بولادي ابنتي اجمعت ثالثة ثانية وعلم تجريبيات تقنية رياضي ورياضي ما زلنا مع سلسلة الاعداد المركبة من البداية درنا الحصة الاولى عن الشكل الجبري في هذا الحصة نتحدث عن الشكل المثلثي والأسي ورغم مهم جدا في البكالوريا كما ننصح ولادي ابنتي بالاسدار الرابع رافية درس مفصل بكالوريات من 2008-2023 ووضع مقتراحة بكالوريات أجنبية أما الأمر المهم الآخر يجبك الرأس وقلم ألا حاسيبة قال الثماني الأول اكتب الاعداد المركبة التالية على الشكل المثلثي وثم الأسي زاد 1 يساونا 1 زايد اي زاد 2 يساونا ناقص 1 زايد اي زاد 3 يساونا ناقص 1 ناقص اي زاد 4 يساونا 1 ناقص اي زاد 5 يساونا 2 زاد 6 يساونا ناقص 2 زاد 7 يساونا 2 اي وزاد 8 يساونا ناقص 2 اي مهم جدا زاد 9 يسوينا 1 زايد إي جذر ثلاثة زاد 10 يسوينا جذر ثلاثة ناقص إي زاد 11 يسوينا ناقص جذر 6 زايد إي جذر 2 زاد 12 يسوينا 2 زايد 2 إي في جذر ثلاثة زايد إي زاد 13 ربعة زايد ربعة إي على 1 ناقص إي جذر ثلاثة زاد 14 يسوينا كوس بي على 4 ناقص إي سينيس بي على 4 زاد 15 يسوينا ناقص 2 في أسية إي بي على 3 زاد 16 يساوي إنا سينس بي على ستة ناقص إي كوس بي على ستة وزاد 17 يساوي إنا واحد ناقص إي في أسية إي بي على ربعة هذا التمرين الأول التمرين الثاني قال أكتب على الشكل الجبري الأعداد المركبة التالية لأن العكس زاد 1 يساوي إنا ستة في أسية إي بي على ربعة زاد 2 يساوي إنا جذر خمسة في أسية إي ثلاثة بي على ثنين وزاد ثلاثة يساوي إنا واحد على ثين في أسية إي بي وزاد ربعة يساونا ثنين جذر ثلاثة في أسية ناقص E2B على ثلاثة أروح وجود أولادي الآن ننطلقه الآن بالشرح نقطة بنقطة لكن حاولوا تكملوا الفيديو لأنني قلت لما جيت حلولي باك هذوم الأسئلة اللي راح نلقاوها متابع جيدا إذن ننطلقه الآن أولادي في أمر مهم جداً للحبكم تعارفوه الآن لدينا الدائرة المثلاثية بما أننا لدينا الأمر المتعلق بالشكل المثلاثي معناها الدائرة المثلاثية والشكل الأسي كذلك هو جزء من الشكل المثلاث إذا ركزوا معي نقطة نقطة أولادي قبل ما نروحوا لكل شرح لهذا الجدول نعم نروح لواقع تفسان الأولى لدينا زاوية الأولى الصغيرة هي صفر زاوية اللي بعدها هي P على 6 P على 6 هي 180 على 6 سمع تعطيكم هذه الزاوية صفر هذه الزاوية 30 درجة بتتعلموا مليح هذه الزاوية P على 4 اللي هي 45 والزاوية اللي بعدها هي P على 3 اللي هي 60 يعني كبه تعرف ديرها 180 تقسم 3 والزاوية الآخرى اللي هي P على 2 يعني 90 شوفوا مع السيولة دي كيفية تعمر هذا الجدول ثم ما نتحدثوه يعني كلش بالتفصيل أن نرى من أكبر الأشياء اللي هي معاني من التلميذ هو هذا الدائرة المثلاثية اللي هو الشكل السيولة المثلاثي عندنا أصغر زاوية نعرفها في الرياضيات هي صفر أو لا قبل ما نروح كلش شوف كان عمر الجدول هذا ما هو أصغر عدد قيناك؟ صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة شوفوا معايا صفر واحد ثلاثة اربعة قبل كلش نجذر نجذر هذا العدد ونقسم كلش على اثنين ركزوا معايا بالصحة بتشوفوا كان بلا ما نحفظ بلا والو نقسم على اثنين نقسم على اثنين الصح بشرط لازم تبدأونا بالسيوني سمشي بالكوس اول شي درت صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة جذرتهم وقسمت على اثنين جذر صفر ولادي هو صفر سمه سيني ستا صفر هو صفر جذر واحد هو واحد سمه سيني سبي على ستا شوفوا شعال هو نص جذر اثنين ما يخرج جذر ثلاثة ما يخرج جذر ربعة شعال هو ثنين ثنين على ثنين شوفوا ولادي واحد هذه الامر الاول هنا عمرنا السيني سبي لما نحفظ الكوس اشتاي هي احنا رمعنا هنا خمسة ها مرهم خمسة هاذا يهبط كيمارا هبطو كيمارا ديرو هنا جذر اثنين على اثنين هذا جيبوه هنا جذر ثلاثة على اثنين هذا نجيبوه هنا واحد على اثنين وهذا نجيبوه هنا وهذا نجيبوه هنا ها هي وين الكوس والسينيس تاع الزاوية المشهورة صاح هاذو اشفو عليهم وكاين اللي لألة يستعمل ال آلة الحاسبة ويخرجهم ما يهمناش صح كين أمر اخر لازم تشفو عليهم ليح وهذا الدائرة المثلاثية الدائرة المثلاثية هذا المحور تعمل هذا المحور تعالكوس وهذا المحور تعمل تاع السينيس شوفوا معايا الزاوية اللي يأتي هنا نقول لها تيطة يعني تيطة اللي هي نقصدوا بيها الزاوية اللي يأتي هنا نقول لها P-とيطة ركزوا معايا الزاوية اللي جيهنا بزائد تيطا والزاوية اللي جيهنا أولادي هي ناقص تيطا أشفاوا على هذا المخطط مليح مليح أنا راح نحلوا بهذا التماري عليها أراني أبدأت به نتابع جيدا إذن قلنا هذو هم الأشياء اللي لازم الطالب وهم خاصين للسنة الأولى لازم يعرفهم نأتي الآن أولادي إلى الشكل المثلذي ما هو الشكل المثلذي اللي عاد مركب إذن عندنا أولا الشكل المثلذي هو شوفوا معايا هو زاد يساوينا أر في كوس تيطا زائد إي في سينس تيطا سمي مثلثي نسبة إلى الدائرة المثلثية أما الشكل الأسي شوفوا لهذه نسبة إلى الدائرة الأسية اللي هو زاد ساوينا أر في أسية إي تيطا هاي أسية حيث أر اللي هي الطاولة تساوينا جذر إكس مربع زائد إيقراج مربع حافظوا معي القواعد وعندنا كذلك هذي اسموها الطاولة يعني يضمن كشم الطول أما العمدة اللي نرمزولها أرغ زاد سموها تيطا حيثوا لدي ركزوا معي مليح هذي اسموها العمدة حيثوا كوس تيطا يساوينا إكس على أر وسينيس تيطا يساوينا إيقراج على أر هذي العلاقات اللي أحي نحل بها التمرين التالي صحيح ننتقل الآن إلى حل التمرين الأول اللي هو كتابة الشكل المثلثي ثم الإس أعداد المركبة التالية ننطلق الآن نقطة نقطة عندنا زاد واحد يساوينا واحد زائد إي أدركوا تشوفوا بحينا نخدم بهذه وهذه الآن ننتقل إلى الطاولة إذا جينا إلى الطاولة زاد واحد ساقلنا يساوي يساوينا هذا مربع زائد مشيئية الصوت غلطه هو العدد المضروفه واحد جذر واحد مربع زائد العدد اللي هنا اللي هو واحد مربع وتعطي لي جذر ثاني إذن طاولة شعال جذر ثاني نأتي الآن إلى قانون العمدة كوس تيطا واحد ألا سمنا تيطا واحد نسبة إلى زاد واحد ركزوا معي حيث هنا لقلنا أرق زاد واحد نسموها تيطا واحد تبقوا معي صحة أولا دي سموش يساوينا الكوس تحى حقيقي على الطاولة الحقيقي هذا على هذا اللي هو واحد على جذر ثاني ننطقوها نضربه من في جذر ثاني و جذر ثاني تعطي لي جذر ثاني على ثاني أما سينيس طيطا واحد يساوينا التخيلي اللي هو واحد كذلك على جذر ثاني ننطق تصبح لي جذر ثاني على ثاني أروح يجو له دي يذرق و ركزوا معي هذا كفا دير موجب أو موجب يجيه هنا وهذا موجب يجينا هنا سمراحين ركزوا معي تقلقوش هذا موجب العدد المضروف ال i موجب سماوين هنا ربعلي عين خدموا هذا سماه هذا ركزوا معي أمليه شوفوا معي هذا يعني التيطة تاعي اللي الجيهنا و رايز زاوية اللي رايز تبنى جذر ثنية على ثاني وجذر ثنية على ثاني هاي جذر ثنية على ثاني وجذر ثنية على ثاني والزاوية اللي عندوها شكون تيطة سمى مباشرة صباح لي تيطة واحد تساوينا P على 4 كوس التاحة والسينيس التاحة للزوج جذر 2 على 2 جذر على 2 والزوج موجبين هذا موجب وهذا موجب اسم مجينا هنا معنى هنا معنى هللي رأي موجودة في الطابلو ندوها الزاوية التاعنا هي P على 4 يصبح لي واش يصبح لي زاد 1 الآن الشكل المثلث التاعو هو جذر 2 ها وليكم هنا في كوس كوس العمدة شعلقناها P على 4 زائد E في سينيس P على 4 عمرت واش لقيت تيطا القيناها P على 4 والأر قيناها جذر 2 الشكل الأسي كيف كيف زاد 1 يساوينا الطاولة في أسية العمدة اللي هو E P على 4 ها قينا هنا P على 4 نعوض هنا P على 4 فقط هذه الحالة الأولى نأتي الآن إلى الحالة الثانية اللي هي زاد 2 نساوينا ناقص 1 زيد E بقوا معي بالصحة ناقص 1 زيد E زاد 2 ناقص 1 زيد E أرج نجور الطاولة عمدة أو طاولة زيد 2 تساوي لي ناقص 1 مربع ناقص 1 كتر ببعوش عالي يعطيكم 1 سما تبقى لنا هنا 1 والعدد مضروفه مربعوش عالي 1 تعطي لي السمي شعال جذر 2 سما الطاولة نتع زاد 2 تبقى لنا نفسها جذر 2 أما العمدة أرج زاد 2 نسموها ثيطة 2 نصبح لنا كوس ثيطة ثمين ركزوا يسوينا الحقيقي X على Z على R شعال هذي ناقص 1 ها ها جيبو ذي حطوها هنا أما الطاولة تفهمنا شعال رهن ها ركزوا معايا هني عليك أنت أو أنت اللي تقول لي ماني ش نفهم بس هو راك تحط في فيديو وتروح ولا تشرد هذا أي يدرك جيبو حطوه هنا صبح لي ناقص 1 على جذر 2 نطق نظره في جذر 2 تعطي لي هكذا تعطي لي ناقص جذر 2 على 2 أما سينيس ثيطة 2 يسوينا واش يسوينا Y على R Y هنا شعار ره 1 هاوليكم 1 R شعار قينا قيناها جذر 2 النطق تعطينا جذر 2 على 2 آه ابقوا معايا تشوف الحقيقي سالب التخيلي موجب طيحنا هنا شوفوا من طيحنا شوف طيحنا هنا آه هنا شوف سنتبقوا P ناقص تيطة هذي ما فهمتها أستاذ P خلاص P ناقص تيطة شوفوا ها راهي تيطة هي اللي رأي موجودة له روحوا لهنا خليكم قاعدين شكون هي شكون هي الزاوية اللي رأي في الجدول بدون مراعة الناقص جذر 2 على 2 جذر 2 على 2 جذر 2 على 2 جذر 2 على 2 هي شعار هي P على 4 شوفوا نطبقها عيدة سماها دروك سنجيب P على 4 نحطها له تصبح لي P ناقص P على 4 واحد تشوفوا المقام هذي عاود يا أستاذ P ناقص زاوية تعيب دون مراعة النقص ناقص ما تهتموا لهاش جذر 2 على 2 جذر 2 على 2 هي P على 4 هذه ذركة روحوا حطها له واحد المقام صبح لك هنا 4 وهنا 4 شحال تعطينا تعطينا 3 P على 4 لأن تصبح 4 P ناقص P 3 P على 4 ندركها نعمره مباشرة نصبح لي زاوية 2 الطاولة جذر 2 طاولة جذر 2 والعندة شعر لقينها 3 P على 4 نجي لهنا نكتب 3 P على 4 E سينس كذلك 3 P على 4 وهنا صبح لنا زاوية 2 الطاولة بقيت كما راه وهنا ترجع لي E 3 P على 4 هذه نقول لك الصح غير دير بوز وعاود الفكرة وحدك هذه سهلة يتم مننا الأمور تتخلط إذن لما يكون للزوج موج بين الزاوية الزاوية تعي راح تجي هنا ندي تعطاب لدير لما يكون هنا منا نبدأ نطبق هنا يطحت لنا الزاوية تعطاب P على 4 نجي بها كما راه نحط ها له ونحسب ونحسب نجو لزد ثلاثة زد ثلاثة وليدي هاي لكم ثلاثة اللي هي ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 نجو للطاولة قبل طاولة اللي هي طاولة زد ثلاثة تسوي ناقص 1 كربعوه يعطينا 1 وهذا كربعوه يعطينا 1 سما ترجع 1 زيد 1 هي جذر 2 تبقى كما راه طاولة الثانية الآن نجو إلى arg زد ثلاثة اللي هي نسموها تيطة ثلاثة سبحنا كوس تيطة ثلاثة وش يساوي لنا يساوي الحقيقي على الطاولة الطاولة شعر جذر ثلاثة الحقيقي وير ها هو الحقيقي جيبوه لدي حطوه هنا على الطاولة هاي صاح نطقناه خرج ناقص جذر ثلاثة السينس تيطة ثلاثة وش يساوي يساوي التخيلي على الطاولة تخيلي شعر راه ناقص واحد نجيبو نحطوه هنا ونطق تخرج لناقص جذر ثلاثة على ثلاثة صاح تو نظرك وش يساوي سالب 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 الكوس سالب والسينس سالب ها سالب سالب وين جينا جينا هنا شوفون جينا الجينا بي زي التيطة الآن نروحوا للزاوية التاعي بدون مراعاة الناقصة أنا قلت الناقص ما تهتم لش ها جذر ثلاثة على ثلاثة جذر ثلاثة على ثلاثة هي بي على ربعة شوفوا لي جيب هذه حط ها لي هنا شا تصبح لك تصبح لك هكذا ركزوا ربعة وهنا ربعة ترجع لنا خمسة بي على ربعة سمع العمدة التاعي وش رجعت رجعت لنا خمسة بي على ربعة اروحوا نعمروا زاد ماذا زاد ثلاثة الطاوي لن في كوس الز العمدة اللي هي هنا تصبح لي خمسة بي على ربعة زائد اي في سينيس خمسة بي على ربعة الشكل الأسي صبح لي جذر اثنين في أسية خمسة بي على ربعة برافو رحوا الان الى زاد ربعة انا نمش هاك زاد ربعة رحوا الان الى زاد ربعة اللي هو واحد ناقص اي واحد ناقص اي ايوه نسموها الآن زاد ربعة العمدة التاعو هي ثيط ربعة نرجو الان الى طاولة زاد ربعة وش يساوي الحقيقي مربع زائد ناقص واحد مربع تبقى لي جذر اثنين خلاص صبح لي تيتا كوس تيتا ربعة وش يساوي الحقيقي على الطاولة الحقيقي على الطاولة اللي هو واحد على جذر اثنين لما نتقط خرج لنا جذر اثنين على اثنين سين فإنستيطة. ربعة. التخيّل على الطاولة. اللي هو ناقص واحد على جذر ثنين. كننا الطاقات تبقى ناقص جذر ثنين على ثنين. آه. بدون مراعاة. شوفوا اللولان شوفوا الموقع ورانا. موجب سالب. موجب سالب جينا هنا. آه صحيت. جينا. هذه الربعة. رحوا شوفوا له. بدون مراعاة ناقص. جذر ثنين على ثنين. جذر ثنين على ثنين. شكون هي الزاوية. بعلاة ربعة. جيبها وليدي هنا. حطها لي هنا. شا تقرأها؟ تقرأها ناقص بي على ربعة تصبح لي تصبح تيطا أربعة تساوينا ناقص بي على ربعة يعني اللي فدناها مننا مطابلو كي ما راي نحطوها هنا آه شا تصبحنا زاد ثلاثة شكلوه زاد ربعة شكلوه المثلثي هو جذر ثنين في كوس ناقص بي على ربعة وما نساش الأقواس زائد اي في سينيس ناقص بي على ربعة هكذا شكل الأسي زاد ربعة يساوينا جذر ثنين في اي ناقص بي على ربعة ونقدر كين كتاب أخرى اللي هي جذر ثنين في أسي عفوا في أسية ناقص اي في على ربعة يعني ذاك الناقص ذاك الناقص أولادي هذا الناقص نقدر نخرج هنا في الأسية هذا هو أولادي الآن خرجناهم حالة الربعة سما نشوفه للموقع ويرها نحسب عادي يا إما يجي هنا يا هنا يا هنا يا هنا وين اللي يجا نطبقه دايما نخدم هكذا نروحوا الآن إلى زاد شكون زاد خمسة زاد خمسة نتابع الآن جيدا زاد خمسة أعطوها هنا أولادي يسوينا ثنين سما ها هونا أولا نروحوا نحسبه الطاولة السماع هنا خل الكلام ما قلوت طاولة العدد الحقيقي الموجب سما مهم لي الحقيقي الموجب طاولة تعهية نفسها سما زاد خمسة هي طاولة تعهية ثنين خل الكلام ما قلوتت طاولة تعهية وش عالة ثنين صاح أما عمدته ركزوا غب العقل زاد زاد خمسة إذا كان سمعوا معي مليح سمعوها إذا كان حقيقي وموجب الطاولة تعهية ثنين بي ومنه يصبح لزاد خمسة يساوينا الطاولة في كوس ثنين بي زائد إي في سين س ثنين بي أن الحقيقي الموجب يكون هنا سما بعد دورة هنا الحقيقي الموجب ها هو هنا حقيقي الموجب جينا على محور فواصل في الجهة الموجب هذي بقوا معي معي صح هذا حقيقي الموجب نحن نحن الى حقيقي سالب اللي هو زاد ستة يساوينا ناقص ثنين زاد ستة يساوينا ناقص ثنين هنا زاد ستة ركزوا معي يا أولادي طاولة العدد الحقيقي السالب هي القيمة المطلقة رحلنا هكذا قيمة المطلقة التع ناقص ثنين هي ثنين إذن طاولة العدد الحقيقي السالب نحن ناقص برك هذه يعني صباح موجب أما عمدته العدد الحقيقي السالب بيجينا هنا شوف وش عن نمش من نحت الليل هي بي شعال هي بي من للهن هي بي صحي ما شاء ترجع لنا هنا رأنا نسينا زاد خمسة للشكل الأسي زاد خمسة للشكل الأسي هي ثنين في أسية إ ثنين بي شكل أسي نرجع لقلت الزاد ستة زاد ستة اللي هو هكذا الطاولة التع شعال هي ثنين أما العمدة تعو هي بي نكتب كوس بي زائد إ في سين س بي أما شكله الأسي هي ثنين في أسية إي بي برافو ها 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 روحوا الآن إذا نشوف معايا العدد الحقيقي الموجب العمدة تعو هي ثنين بي عدد الحقيقي السلب أحفظهم العمدة تعو هي بي روحوا الآن إلى زاد سبعة شوف هم راه تخي لي صرف ها ما فيش قعل جزء الحقيقي فيه غير عدد لمضرف ال ا سما هنا زاد سبعة هو ثنين اي هنا هكذا صاح زاد سبعة يسوي النا اش تاي يسوي ولادي شو اش تعطونا ثنين اي طاول التاع نحيل اي برك خليه كمار هو ثنين فقط أما العمد التاع تع العدد المركب العدد المركب الموجب العمد التاع الجيه هنا سما من اللي هنا شعال ولادي بي على ثنين آه هي بي على ثنين هني نعود نقول العدد التخيلي صرف الموجب هنا الموجب كيف يسعى تسعين درجة جيه هنا سما شه صباح هنا صباح هنا 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 يقول زاد ستة ماذا زاد ستة زاد سبعة سينا الطاولة ثنين أما العمد شعال بي على ثنين صباح هنا بي على ثنين وهنا بي على ثنين أما شكله الأسي صباح لنا الطاولة في أسية العمد اللي هي بي على ثنين هاي لي زاد ثمانية تخيلي صرف سالب شوفوا جايب سالب طاولة غيب العقل ولادي ما نتقلق ما هو زاد ثمانية يسعين ناقص ثنين اي الطاولة تنحيل ال اي والناقص تبقى كيف كيف شعال تبقى لنا ثنين اثنين اي العمد التاع هو ثنين هذو حالة خاصة صاح نجو الآن للعمد التاع تخيلي صرف سلب اه ناق يطينا حنا هنا الى مشينا هك طيحنا ناقص بعد اثنين ناقص بicional اما إذا مشينا هكذا هي ثلاثة ب على ثنين نحن العموم نديه هكذا ناقص ب على ثنين الآن زاد ثمانية الطاولة هي ثنين العمد هي ناقص ب على ثنين اذا نرجع لهنا ناقص ب على ثنين زاد اي في سينس ناقص ب على ثنين هكذا أما شكله الأسي ولادي زاد ثمانية يسوينا الطاولة في أسية العمدة ناقص إي بي على ثنين قلنا ذاك الناقص تقدر تخرجوا هنا هاي ممتاز صاحيتو نروحوا الآن ولادي بعد ما أنهينا من زاد ثمانية سمى لي أعرف هذا أرى أعرف جزء كبير ندرك يبقى لنا زاد سا زاد تسعة 1 زائد اي جذر ثلاثة لدينا كذلك الارقة زاد تسعة نسموها تيطة تسعة نجي أول شي حساب الطاولة طاولة زاد تسعة تساوينها هكذا الحقيقي مربع زائد التخيولي مربع هذا مربع وهذا مربع الإبالك تدوها جذر ربعة اللي هو شعال اثنية نجو إلى كوس تيطة تسعة وشي سوي قاعدة ما نحاوش نفهمه حقيقي على الطاولة حقيقي على الطاولة سينيس تيطة تسعة التخيولي على الطاولة مجب مجب طيحنا هنا هذه واحدة الآن شكل الكوس تحتها نص والسينيس تحتها جذر ثلاثة على ثلاثة كوس تحتها شعال نص أو الكوس نص سينيس تحتها جذر ثلاثة هي بي على ثلاثة الربع اللي تقع فيه مجب مجب طيحنا هنا مباشرة صبح لي هنا شعال تسوي لكم تسوي النابي على ثلاثة أستاذ ما فهمتش هذه القيم اللي لقيناهم ويرا هم أستاذ ها هم مين كوس نص سينيس جذر ثلاثة على ثلاثة طيحنا بي على ثلاثة ويرا يطيح طيحة له نفدوها كما رأي صاحة صبح لي زاد تسعة سوينا ثلاثة في كوس بي على ثلاثة زائد اي في سينيس بي على ثلاثة أما الشكل الأسي زاد تسعة يسوينا ثلاثة في أسية اي بي على ثلاثة وممتاز الإسابة رحوا الآن إلى زاد عشرة زاد عشرة ولدي ما يسوينا يكثر هذه الأمثلة بها تخرج فهم كلش يسوينا جذر ثلاثة نقص اي أيها هنا عشرة صاحة يسوينا تيطة عشرة هنا كوس نجل الآن إلى الطاولة زاد عشرة الحقيقي مربع جذر ثلاثة كربعوه هي ثلاثة التخيل اللي هو نقص واحد كربعوه يعطينا واحد جذر ربعوه هو ثنين طاولة خرجة ثنين العمدة كوس تيطة عشرة يسوينا ماذا الحقيقي على الطاولة الحقيقي على الطاولة اللي هو الجهد الثلاثة على ثنين سينيس تيطة عشرة مقام عي التخيلي على الطاولة تخيلي شعارها ناقص واحد على ثنين آه نجذر كولادي نحاوسوا عليها أولا أولا نشوفوا بدون إشارة النقص جذر ثلاثة على ثنين واحد على ثنين الكوس جذر ثلاثة على ثنين والسينيس نص شكون هي الزاوية بي على ستة خلاص بي على ستة نحاول سوضرقوش من ربع راهي موجب سالب موجب شوف شوف معايا سالب هي جايا له هاي ورا والزاوية اشتاقونا عليها بي على ستة شوفوا لدي جيبوها وحطوها ليها شاتصبحنا ناقص بي على ستة ممتاز سما صبناها بي على ستة نرفضوها كما راهي ونحطوها له لأن جاي جزء موجب ولأخر سالب جنانا سما تخرجنا بي على من على ستة صباحنا زاد عشرة يساوينا اثنين في كوس ناقص بي على ستة زائد اي في سينيس ناقص بي على ستة هكذا اي زاد عشرة كشكل أسي هو اثنين في أسية ناقص اي بي على من على ستة برافو لدي جيبو ما خافش عليك صح نروحوا الآن إلى زاد حداعش زاد حداعش لي هو يساوي ليش عال ناقص جذر ستة زائد اي جذر اثنين إذا سمينا هنا زاد حداعش تيطة حداعش نظركم نشوفوا ماذا ترجع علي نبدأ بالطاولة طاولة أولادي سأحبكم ما تعجلوش أبقوا معي أمليح أيا ديروا هكذا هذا كتربعوا يعطيكم ستة وذاك تربعوا يعطينا ثنين ليه هي شعالة ثمانية ثمانية اشتاها هي في الرياضية ثمانية هي أربعة في ثنين هي أربعة في ثنين شكل يخرج ما الجذر هذا يخرج تولينا ثنين جذر الثنين عاود أستاذ هذه ثمانية ثمانية هي نفسها هذا صح أبقوا معي تشوف صح ننطلقوا إلى كو استيطاح داعش وسيني استيطاح داعش الحقيقي على الطاولة الحقيقي على الطاولة هنا شوية فيها خدع في الحساب نحبكم تركزوا الحقيقي على من على الطاولة ها هولادي هنا بكون خافت غلطوا لي جذر ستة شتا وهو هو جذر الثنين في جذر ثلاثة نوصيكم جذر ستة هو جذر الثنين في جذر ثلاثة الجذر في الجذر يدخل على بعض النباح صبات صباح لي هنا جذر الثنين في جذر ثلاثة هذا مع هذا يروح بتردع لي ناقص جذر الثلاثة على ثلاثة عاودها عاودها يا شاطر هاي لك ركنجو للسينس السينس شو سيسوينا التخيولي على الطاولة ليه هي جذر الثنين على ثنين جذر الثنين تروح هذه مع هذه هي واحد على ثنين آه هاي بدأت تباني الأمور الولاد هاي بدأت تباني الزاوية نجو لها بدون مراعة النقص كوس التاحة جذر الثنين على ثلاثة جذر الثلاثة على ثنين والسينس نص هذا وذلي هو ذي اشعال بيع لا ستة عاود أستاذ دايما بدأوا بالكوس جذر الثلاثة على ثنين والاخرى نص سمع هاي الزاوية نظركوا نشوفوا الموضع التاحة خلاص الزاوية ذي سالب موجب سالب الحقيقي سالب هذا هو الحقيقي وذاتة خيولية سالب موجب جينا هنا أي يجب التحولة ديدرق حطوها لهذه هنا ترجع لي تيطة 11 تساوينا P ناقص P على من على هذه حطوها له على 6 نوحد المقام 6 6 راح تعطيني 5P على 6 ممتاز برافو عليكم مولاتي سمى تيطة 11 5P على 6 هذه اللي شوية فيها خدعة تاختزالت صبح لي زاد 11 تساوينا طاولة تعيهية جذر 2 2 في جذر 2 في كوس عفوا كوس 5P على 6 زائد E سينيس 5P على 6 زاد 11 كشكل أسي 2 جذر 2 في أسية E 5P على 6 ألف شكر لكل تلميذ راح يعود للفكرة بيتعلم ها هم لكم أولادي رحوا الآن يا شطار إلى زاد خلاص زاد 11 زاد 12 زاد 12 ننتبه له كثر صحي هنا رأي قولت تغير اختزالت وكينج معرهم بيتأكد يخرجها بكازيو أنا لكن في الباك ما تعطيها شو بكازيو يجب تحسب له صاح أروح وشوفوا جولادي زاد 12 أعطوه هنا هو 2 زاد 2 E في جذر 3 زاد ها هو أروح شوفوا جولادي نعاود ونخدمه مع ثان زاد 12 اللولا أولادي هنرى عبارة عن جذاء عبارة عن ماذا نحسب هذا هذا وحده وهذا وحده لكن سمينا هذا زاد يسوينا 2 زايد 2 A عفوا والآخر نسموه زاد فتحة يسوينا جذر ثلاثة زايد A وش تقول القاعدة أولادي ركزوا ما تقلقوش نقدر نحسبوه الشكل المثلاثي الض والشكل المثلاثي الض ونضلو الجوداء ركزوا ركزوا الفكرة كيف لأنه هنا رح عبارة عن جوداء نحن اللي لحبكم لازم تركزوني صح نجو الآن إلى طاولة زاد الحقيقي مربع اللي هو 4 زايد التخيلي هكذا تعطينا شعال أولادي ما تقلقوش ما أولو تعطينا ثمانية ثمانية اللي هي 2 جذر 2 آ نأتي الآن إلى كوس تيط إلى سمينا أرغ زاد سمينا ها تيط ركزوا بركزوا خدموا ذا وحدوا وحد يقول يا أستاذ لك ننشر قادر كي تنشر اللي ذي تحفي واحد القيم غير مضبوطة ما نش معروفة تصبح أن تساوي ابقوا معي أتشوف الحقيقي على الطاولة الحقيقي على الطاولة تروح ذي مع هذه ترجع لي واحد على جذر 2 اللي هي جذر 2 على 2 سينيس طيط كذلك تخرج كيف كيف جذر 2 على 3 تخرج كيف كيف شاية الزاوية جذر 2 على 2 جذر P على 4 آه تخرج لنا هذه P على 4 صحيتو نجذرك الزاوية الزاوية زاوية زاوية فتحة الطاولة التاعوية تعطي لي جذر 3 مربع هي 3 الواحد مربع هو 1 ربعة ربعة تحت الجذر هي 2 الاسم من زاوية زاوية فتحة كذلك تصبح لنا تصبح لنا كوس طيط فتحة الحقيقي على الطاولة سينيس طيط فتحة التخيلي على الطاولة سم اشتها هي الزاوية لكوس تحة جذر 3 الاثنين والسينيس تحة نصف هي P على 6 وزاد للزوج موجبين هذا موجب وهذا موجب تطيحن هنا وهذا ثان كيف هذا موجب وهذا موجب تطيحن هنا آه سم ما تخرج لنا هذه P على 6 رابو عليكم أروح وذرك تشوفوا هذه كيف نخدم صبح لي زاد 12 نوسي كم ذرك بس حتوص تخدم زاد 12 ويساوي جداء عددين مركضين شاي يساوي جداء الطاولتين هذه قاعدة ما معنى معنى تولي الطاولة هذه ركزوا معاي بتتعلمون يقول هذا هذا في وش في هذا الطاولة فالطاولة تولي لك 2 جذر 2 في 2 اللي هي 4 جذر 2 في في كوس آه هالولاد سمعوا معاي مليح جداء عددين مركبين فإن العمدة التحوم تساوي مجموع العمدتين مجموع العمدتين هذا زايد هذا ابقوا معاي P على 4 زايد P على 6 ابقوا معاي لا بغت تربحوا جداء عددين مركبين ذا في ذا الطاولة فالطاولة والعمدة زايد العمدة هناك واحد دون مقام باين بللي 12 هنا نضرب فيه 2 بترجع لي 12 وهنا نضرب فيه 3 ترجع لي 12 ترجع لي 5 3 P زي 2 P تصبح أنا 5 P على 12 كوس 5 P على 12 زايد A في 5 P على 12 هذه يا ولادي ذا الكلو كان يجي واحد فيكم يقول ننشر ومن بعد نجبة الزاوية هذه أصلا زاوية غير مشهورة غير موجودة هنا في الجدول السماء مستحي تقدر تخدم بيها هلية تعلموا كفر من خمم هنا صح إذن جداء عددين مركبين فإن يساوي جداء الطاولتين ومجموعة العمدتين خلاص أما الشكل الأسي زا 12 يساوي 4 جد 2 في أسية E 5 سابي إعلاما على 12 لأن مجرد التيطة نحطها هنا فقط هذه نوسيكم غير عاودوها بسكور هي فيها فكرة روعة صح نجو الآن إلى Z وكل ما راكم تصبروا كل ما النقطة تتعكم إن شاء الله رايز زا 12 أي زا 17 وهذه 3 حقوبية العشرة صح الآن Z 13 هي 4 زائد 4 A على 1 ناقص A جذر ثلاث هنا جد هنا القسمة القسمة عندها خواص أسمعوا الطاولة نبدأ إلا سمينا Z يساوي 4 زائد 4 A طاولته تساوي ناقص شوفوا معايا تساوي 16 زائد 16 تحت الجذر اللي هي شعال 32 32 ولادي 32 هي 16 في 2 16 تخرج لها 4 جذر 2 برافو عليكم تخرج 4 جذر 2 بما تخلقوني ما بولو ها هذه تخرج بربعة والاخرى تقعد للداخل الآن كوس تيطا صح إلا سمينا Larg تعزيد سميناها تيطا يساوي الحقيقي على الطاولة تروح هذي مننا ونطق سبح للجذر 2 على 2 سينيس تيطا سوي التخيل على الطاولة تخرج لنا جذر 2 على 2 آه زاوية رايبينة موجب موجب تخرج لنا بيع لاربحة إذن هذه بيع لاربحة برافو صح نروح الآن إلى زاد فتحة وهو 1 ما تقلقوا ما هو 1 1 ناقص جذر 3 الطاولة تسوي هذا مربع زايد هذا مربع تحت الجذر تعطينا 4 4 اللي هي 2 كوس تيطا فتح الحقيقي على الطاولة سينيس تيطا فتح التخي لي على الطاولة صح كوس نص والاخراء جذر 3 على 2 ناقص مر عوهاش كوس نص والسينيس جذر 3 بيع 4 بيع 3 بيع 3 بيع مع 3 نجوذر نشوف موجب سالب موجب سالب جينا هنا الزاوية شعر نلقينها بيع مع الصح الزاوية هي بيع 3 جيب ذي ولي دي ايا ايا حط هنا شاء تنقر تنقر لك تي ط فتح تساوي ناقص بي على 3 على أستاذ موجب سالب أما هذه الجمع طاية تعد الزاوية جيب هالي وحط هالي هنا شا تصبح ولا دي صبح لنا ز 13 عدد مركب على عدد مركب الطاويلة على الطاويلة هذه اللولة الطاويلة راني نقول على الطاويلة طاويلة على الطاويلة يعني تصبح عجلنا هك 4 جذر 2 على من هالولد هذه الطاويلة البسط وهذه الطاويلة تاعة الماقض ذي على تروح لنا هذه من ثنين ومن ثنين ترجع لنا ثنين جذر ثنين ثنين جذر ثنين أستاذ ما فهمت أقسم لي ذي أقسم لي هذه على من على هذه تروح ثنين مع ثنين تبدأ لنا ثنين جذر ثنين في كوس شوف وش تقول القاعدة قلنا عدد مركب في عدد مركب بالعمدة زيد العمدة أما عدد مركب هي عمدة البسط على ناقص عمدة المقام السم عمليح يعني ترجع عنها عمدة البسط بعلان ربع ناقص عمدة المقام نعود نقول كسر عمدة البسط ناقص عمدة المقام كيما لغارة أعلى بي وش تسوي تسوي لغارة أ ناقص لغارة بي لغارة أعلى بي تسوي لغارة أ ناقص لغارة بي كيف نفس القاعدة تعل لارغ يتعل لغارة الناقص مع الناقص يرجع لغارة ز نوحد المقام هذا نضرب فيه نضرب فيه ربعة واذا نضرب فيه ثلاثة الجمع واذا مع هذا تعطينا سبعة بي سبعة بسمع سبعة بي على اثناش زائد اي في سينس سبعة بي على اثناش برافو لدي عدد مركب في عدد مركب الطاولة في الطاولة والعمدة زائد العمدة عدد مركب على عدد مركب الطاولة على الطاولة والعمدة تلبس ناقص عمدة المقام ها هو الجواب التعنا اما شكله الوسي او سهل الطاولة في اسية العمدة اللي هي سبعة بي على اثناش ممتاز صاح حولتي سمزج امثلة عندي هذا وهذا لازم تتعلمون مليح مليح بعد ما نعينا الان من هذا رايح نروح الى 14 14 نحب تركز معي زاد 14 ان شاء الله من كامل تجيب فوق 14 شا تساوي لنا كوس بي على 6 ناقص اي في سين بي على 6 اهنا نحب بلادي شو يعطي لي شو يا تركيز هل هذا هو الشكل المثلة راه واجد لا لا يرجع الشكل المثل جي كوس زائد اي في سين واجي الطاولة والطاولة لازم يكون عدد حقيقي موجب تماما ابقوا معي تشوفوا سما شوفوا الشارع عندي هنا ناقص واني راه بخصر طريق عندنا واحدة الحاجة وش تقول تقول سين ناقص سين وعندنا واش تقول كذلك تقول كوس طيط هو نفس كوس ناقص طيط انا الدلة كوس زوجية والدلة سين صحي تأسد اسم مفهم ناظروك اسم هذه كوس بعلى ستة كوس بعلى ستة نقدر نكتب هي كوس ناقص بعلى ستة اسم زاد 14 تقول ناقص ناقص بعلى ستة زاد السم عماية ناقص سين بعلى ستة ناقص سين بعلى ستة تسوي ناقص بعلى ستة اسم هذا الناقص يدخل هنا تصبح لي سين ناقص بعلى ستة استخدم مفهم تعاوض هذا الكتب ما يشتش بالها تقول القاعدة هذا الناقص اللي لكم تشوف فيه هو اللي لم حرم الطريق نقدر نحط هنا لداخل اصبح زائد اي في سين ناقص بعلى ستة هاي من خرج حيث طاولة شعر طاولة زائد 14 رأيت ستسوي لنا واحد اما لارغ زائد 14 رأيت ستسوي لنا ناقص بعلى 6 صح اولادي بربول لفاق لها صح هذه يا استاذ صحيت الروح الآن اللي بعدها اللي بعدها اللي هي زائد 15 روحوا زائد 15 زائد 15 عطوها انها هي ناقص 2 في السية اي بي على 3 على واحد جميلات هذا شو هو هل هذا شكل مثل السي لا لأ ان الشكل السي لازم يكون R بحيث R عدد حقيقي موجب تماما وهذا اشتوه هو هو عدد حقيقي سالب رأي شباه الدي ايه والله صح استاذ سما هذه ناقص 2 طاولة تحشعال هي 2 والعمدة تحشعال هي كوس بي زائد اي في سين سبي استاذ منين جبت هذه تهدد الثقبي لو قلت العدد الحقيقي السالم طاولته القيمة المطلقة وعمدته هي بي هاي لكم ذلك نجيبها ونحطها هنا صبح لي زائد 15 تسوي الناس 2 في كوس عفوا كوس بي زائد اي في سين سوش بي في كوس بي على ثلاثة زائد اي في سين بي على ثلاثة استاذ هذه من جبتها هذه ذلك حولتها الشكل المثلاثي هذه حولتها الشكل المثلاثي واشق النولدي جوداء عددين مركبين يسوي جوداء الطاولتين ومجموع العمداتين صبحنا زائد 15 تسوينا 2 في كوس نجمعوا هذه زائد اللي هي بي زائد بي على ثلاثة هذا هاو عدد مركب هاو عدد مركب الجمعوا ربعة بي على ثلاثة كوس ربعة بي على ثلاثة زائد اي في سين ربعة بي على ثلاثة برافو يا استاذ ما فهمتش هذه ناقص ثنين روح تكتبتها كتبتها وحدها على الشكل المثلاثي هاي طاولة هي ثنين والعمدة بما أنه عدد حقيقي سالم من اللي هنا هي بي دركها جوداء عددين مركبين يساوينا جوداء الطاولتين زائد مجموع العمدتين العمدة التاعذة زائد ذا هذا زائد ذا هاي لكم هي ربعة بي أما شكله الأسي خلاص زاد خمستاعش يساوينا ثنين في أسية اي ربعة بي على ثلاثة وهو الجواب صحة ولادي روحوا الآن إلى زاد ستاعش أنا نقربوا لعشرين جماعة زاد ستاعش نحبوا لدي يزيدوا يصبروا معايا زاد ستة عشر أعطوها هنا هي سينيس بي على ستة ناقص اي كوس بي على ستة أستاذ راح واجد لا لا ما يشواجده راح كينا هنا مشكلة كبيرة أنه شوفوا ار في كوس طيطة زائد اي في سينيس طيطة هنا كلاش رامع كوس في بلاست الكوس داروا سينيس وفي بلاست سينيس داروا كوس وزاد جانا هنا النقص سمت خلطت خلاص شو ذو كيفه الآن نتابع جيدا هنا راح نرجعوا للدساتر والتحويل اللي قلناهم في السنة الأولى والثانية أولادي شوفوا الأروي نحتاجوهم إذن لاحظوا هنا معي يا أولادي قلتنا قدرنا نخدم بالدساتر المثلاثية كما نقدر الخدعة لاحظوا الخدعة اللي نحن نخدم بها لاحظوا معي مليح نحن نعلم أولادي بللي هذا العديد اللي لم تضرب هنا شعال واحد صح تبع معي واحد في الرياض يشتوه وهو ناقص واحد في ناقص واحد صحيح يا أستاذ الناقص واحد في الأعلى المركبة وش يمثل هو إي مربع يعني هذا نعوض أذرك بإي مربع تصبح لي ناقص إي مربع عاود أستاذ إي مربع شعال هو ناقص واحد في الناقص هو واحد هذا سما نقدر ذركه لدي شو شندير نجيب هذه ونعوضها له صبح لي زاد ستة عشر توسوينا ناقص إي مربع في سينيس بي على ستة ناقص إي في كوس بي على ستة قلوا معي تشفيه شطارة وش رأيكم ما نخرج ناقص إي وناقص إي عن المشترك منها صبح لي زاد ستة عشر ناقص إي في الناقص إي منها تبقى لهنا إي عاودوا نشروا الإي في الإي هو إي مربع والناقص ناقص إي مربع صحيح إي في سينيس بي على ستة خرجنا ناقص إي شو يبقى لي يبقى لي زائد كوس بي على ستة اللي مفهمش يعاود ينشر هذا في ذا يعطي لي ناقص إي مربع اللي هو نفسه واحد وهذا في هذا يعطي لي هذا الآن هاوين الشكل المثل الذي يظهر كوس هاي هناك كوس زائد إي زائد إي في سينيس يعني يصبح لي زاد ستة عشر سينا ناقص إي في كوس بي على ستة زائد إي في سينيس بي على ستة خلاصة أستاذ ذي فهمناه بقى لي يدرك هذا ماذا قلنا عن العدد التخيلي السالب طاولته قيمة طاولة التعو هي طاولة ناقص إي والذي شيء هي هي واحد أنا وش قلنا التخيلي السال في النحو الناقص والإي كما درنا هذه طاولة التعو على الثنين أما عمدته العمد التعو إلا كان موجب قلنا هي بي على الثنين إلا كان سالب ناقص بي على الثنين سمى هذا ضرق لارغ ناقص إي هي ناقص بي على الثنين سمى جينا هنا صاحة أروح تشوف ضرق نعوذو والولايات أروح تشوف نعوذو مع بعض صباحنا تساوينا الطاولة واحد في كوس ناقص بي على الثنين زائد إي في سينيس ناقص بي على الثنين ما ننسوش الأقواص كذا هذا ضرب ماذا كوس بي على ستة زائد إي في سينيس بي على ستة ماذا قلنا عن جداء عدد المركبين الطاولة في الطاولة اللي هي الواحد والعمدة زائد العمدة يعني ناقص بي على الثنين زائد بي على ستة قلنا العمدة زائد العمدة نوحده هنا المقام نضرب هنا في ثلاثة ونضرب هنا في ثلاثة ترجع لي ناقص ثلاث ناقص ثلاثة بي زائد بي على ستة تعطي لي ناقص ثنين بي على ستة بقوا معي بالصحة ناقص ثنين بي على ستة الناقص ثنين مننا وثنين مننا ترجع لي ثلاثة وهنا هكذا النحي ثنين مننا وثنين مننا ترجع لي هكذا سما شعلت صباح لارقيمو ناقص بي على ثلاثة إذن زاد ستة عشر صباح لنا كوس ناقص بي على ثلاثة زائد اي في سينيس ناقص بي على ثلاثة يا شطار هاي لكم خرجت مجد أن تحوسوا حوسوا لي لما نخدمو بالدساتر التحويل رايحي ننصيبها بنفس الفكرة اللي هي هاهي في الضائرة المثلاثية شطور القاعدة إذا كانت عندي هذه الزاوية ولدي هي تيتا عندي زاوية أخرى هذه اللي هي مننا اللي هي بي على ثنين زائد تيتا وشطور القاعدة تقول كوس تيتا كوس تيتا يعني هذا القيمة تساوينا هذا القيمة كوس تيتا يساوينا سينيس بي على ثنين زائد تيتا أما شوفوا معي هذا كوس تعذي يساوينا سينيس تعذي تعهدي والسينيس التعذي يساوينا ناقص كوس تعهدي تخرج بهذه الطريقة خليتها لكم أنتم خدموا بها صاحة هذا وشن هو الشكل المثلث الشكل الأسي هو أسية ناقص E بي على ثلاثة أولادية صاحة نروحوا الآن إذن هذه عبارة عن خدع نروحوا الآن إلى زاد سبعة عشر إن شاء الله قاعد يجبهوا بسبعة عشر زاد سبعة عشر يساوينا واحد ناقص E بي أسية E بي على ربعة أولادي هذا رأنا تحدثنا عليه العدد المركب هذا ها هو نورا ها هو طاولة تعوش على القناة جذر اثنين والعمدة التعو ورأي جاية العمدة التعو سالح موجب سالح بتجينا هنا سمى بي على ربعة سمى زاد سبعة عشر توساوينا الطاولة هي جذر اثنين تاع هذا في كوس ناقص بي على ربعة موجب سالب ناقص بي على ربعة زائد E في سينس ناقص بي على ربعة الكل في أسية E بي على ربعة سادي ذي ما فهمت هاش هذا هذا رأنا حاسبينه هنا هو نفسه طاولة تعوش ذر اثنين والعمدة التعو ناقص بي على ربعة صح عدد مركب ضرب عدد مركب الطاولة في الطاولة تصبح لي زاد سبعة عشر الطاولة في الطاولة اللي هي جذر اثنين وقلنا العمدة زائد العمدة آه العمدة زائد العمدة ناقص بي على ربعة زائد بي على ربعة تساوينا سفر تساوينا سفر سباحنا كوس ما نكتبو السفر نكتبو كوس اللي حبينا كوس سفر زائد اي في سينس واش في سينس سفر اللي هي قلنا عندها ما يعادلوها اللي هو كوس ثنين بي هذي نقضو ذلك زائد سبعة عشر نقضو نكتبوها جذر اثنين في كوس ثنين بي زائد اي في سينس ثنين بي أن الصفر ثنين بي كيف كيف ها صفر ها ثنين بي هذا الشكل مثلات الشكل الأسي هو جذر اثنين في أسية اي ثنين بي ستذي ما فهمتها هجم عذا زي ذا يأتوك صفر ها هي لكم كوس صفر أو كوس ثنين بي العمدة التاع الصفر شكون هي تعالى العدد اللي يجينا هنا العمدة التاع وقلنا هي ثنين بي فقط هذا فيما يخص أولادي التمرين الأول وبرافو وألفا برافو اللي وصل الآن للتمرين الثاني التمرين الثاني اللي أولادي هو العكس اكتب بالشكل الجبري العدد المركبة التالي يضركننا عكسه أعطاهنا نضركن طالقوما والروح ما هو الشكل الجبري إذن التمرين الثاني حل الشكل الجبري الشكل الجبري لعدد مركب هو زاد سألنا إكس زائد إجراج إي هذا حقيقة هذا تخيول نبدأ بزاد واحد أعطاهنا شاو هو أعطاهنا ستة في أسية إي بي على أربعة للانتقال من الشكل الأسي إلى الشكل الجبري لازم نفوتوا على الشكل المثلاثي يعني من قبيلة شوفوا ما الشكل الجبري رحنا للمثلاثي رحنا لأسي نضركن ما الشكل الأسي لازم نقشن ديره ما الشكل الأسي نرجعه للمثلاثي ومن المثلاثي نعود نرجعه للمثلاثي شوفوا جبري مثلاثي أسي أسي مثلاثي جبري ما الذي نجده الوصف في الوسط هو المثل الث يصبح النهزات واحد يسوينا ستة في كوس بي على 4 زائد اي في سينيس بي على 4 ما هي الزاوية التي تحطها؟ شكون هي الزاوية بي على 4؟ شاو من معطية التح؟ وما جيذر الثنين؟ الثنين جيذر الثنين على ثنين صبحنا زاد واحد يساوي لنا ستة في جذر اثنين على اثنين زائد اي جذر اثنين على اثنين السادة ذي ما فهمتهاش زاوية تعنا للسينس ستة اه عفوا نحو لهذه كوس اسمع مايه كوس بي على اربعة هو جذر اثنين على اثنين سينس بي على اربعة هو جذر اثنين يعني تنحو ذي اللي يدرك ذو وتحط القيم ذو الساعة كنا العكس نطيحوا في هذا ونكتبو ذي وذرك لا لا نطيحوا في هذي ونكتبو ذي العكس ذرك صاحا انشروا ولادي زاد واحد يساوي انشروا الستة مع اثنين تروح تبقى لي ثلاثة جذر اثنين وزيدوا ونشروا هذي زائد اي شعال ثلاثة جذر اثنين هذا هو الشكل الجبري عليها استاذ تروح مننا تبقى هنا ثلاثة زيدوا ونشروا هنا تبقى ثلاثة سما هذا هو الشكل واش الشكل الجبري لهذا العدد المركب صاحا نروح الآن الى زاد ثنين ليه هو جذر خمسة في أسية ثلاثة بي على ثنين 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 يا أستاذ ثلاثة بي على ثنين اهنا نحبكم تركزوا بي على ثنين ونزيدوا لها بي على ثنين ثلاثة بي على ثنين يسمى هنا. لسكل يقول لي? الكوس هنا شعلي يساوي. الكوس هو سفر. والسيني شعلي يساوي ناقص واحد. أعود. أستاذ بصبعي هنا. كين نحن بطيح الكوس صفر. السيني شعلي يكون ناقص واحد. هنا الشيح che علي يكون واحد. هنا شعلي يكون يكون ناقص واحد. صاحة. اسم هاذي الكوس التحت روح. كوس روحوا ديرو هذرون. ديروا كوس مئتين وسبع. الذي هي ثلاثة بي الاثنين هي مئتين وسبعين أدير على الحاسبة عندك دير كوس مئتين وسبعين وهي ثلاثة بي الاثنين راح أتعطيك سفر سمادي تروح السفر وروح دير سينيس هذي تعطي لك ناقص واحد سما هذا تنحيه أو عندكم الإهنوة هذا سفر وهذا ناقص واحد نحيت كلش وعودت بهذا القيم تركوا لا ديشة تصبح لي تصبح لي زات اثنين هذا في ذق يعطي لي ناقص اي جذرة خمسة تخيلي السرف هذه هي الفكرية الشاطرية نحيت القيمة اللي كانت ناقص بصفر والقيمة اللي كانت ناقص بناقص واحد وانشرت أعطات لي هذا هو الشكل الجبريلي هذا العدد المركب نروح الآن إلى زاد ثلاثة زاد ثلاثة اللي هو واحد على اثنين في قصية اي بي فقط اي بي سهلا اصبح لنا زاد ثلاثة واحد على اثنين في كوس بي زائد اي في سينس بي خ confiscة لما قال له ود اللي اخو يروح دير كوس 180 هنا الكوس هنا يسوينا ناقص واحد والسينيس يسوي السفر هذا النحو ونعوضه بالناقص واحد وهذا النحو ونعوضه بسفر دير كوس 180 وشوش تتعطيك والسينيس 180 وشوش تتعطيك سم هذه تروح وضربوا ذا في ذا وصبحنا زاد ثلاثة ناقص واحد على ثلاث اللي هو التخيلي ها حقيقي صاحا نزيد الآن نروح لزاد ربعة شي يسوينا يسوينا ثنين جيدة ثنين في قصية ناقص اي اثنين بي على ثلاثة ما خاف ما أولو نبدأ صبح لزاد اربعة يسوينا ثنين جيدة ثنين في كوس ناقص ثنين بي على ثلاثة زائد اي في سينيس ناقص ثنين بي على ثلاثة ها كذا هذه واحدة صحيح أستاذ برافو الآن الزاوية هذي وين راهي اخويا أنا ما نتقلق مولي ونشوفه وشن بلاسة راهي ثنين بي على ثلاثة ونبعد نشوفه النقص ها هاي الآلة لحسيبة ثنين بي يعني ناقص ثنين في مية وثمانين على ثلاثة البي دايما نعوضه في مية وثمانين وهذي شعال بقوا معايا شوفوا لدينا شرح لكم غيب شوية هذي ناقص تسعين وهذي من ناقص مية وثمانين هو قال لي ناقص مية وعشرين هذي ناقص تسعين هنا ناقص مية وعشرين سمت جيناه ناق رانا نخدمو بالسالب به شوفوا لك رانا نخدموها تجيناه ناق الزاوية عقوها هنا بالسالب تجيناه ناق آه خلاص فوقنا لها الكوستحة كايجي كوستحة سالب والسينستحة سالب اي زاوية تجي هنا سالب سالب بصح الزاوية الاصلية شكون هي خلوكم قاع نساو الناقص ونساو كلش ها هي بي على ثلاثة ورا هي بي على ثلاثة ها هي بي على ثلاثة ها هي بي على ثلاثة انا نعود دونقوله خلوكم الناقص وخلوكم ها بي على ثلاثة ها هي بي على ثلاثة الكوستحة نص والسينستحة جذر ثلاثة على ثني شوفوا كش سرح يدلل أستاذة شوفوا بصح نحابكم تركزوا احنا قلنا راح اجيناه هنا هذا سالب وهذا سالب نرفض هذا وكي ما راهم وندرهم لزوا السالب اللي هاي جاي هنا شوف سالب سالب سمى هذا طبح لي زاد ربعة يسوي لنا ثنين جيدة الثنين في هذا كوس تح أشعال واحد على ثنين لكن بالسالب لأنا رجيه هنا هذا الكوس السينس تح يجيه هنا سالب هاو هنا السينس ارفضوه ودنوه ناقص بحنا ناقص اي جيدة الثلاثة على ثنين عاوض أستاذ هذه نحيها وعوضها بذي بسحرها يجيه في السالب هذه نحيها وعوضها بذي بتسبس يونس لكن راه يجيه في السالب تكتبها هاك دركها ننشر سبح لي زاد ربعة هذا يروح مع هذا سبح لي ناقص جيدة الثنين هذا يروح مع هذا وزيده ذا في ذا يروح مع هذا سبح لي ناقص اي عفوا قلنا هذا في ذا يروح وهذا في ذا يروح وتبدأ لي إي جذر ثنين في جذر ثلاثة هو جذر ستة ها هو لي عودة إستاذة مع ذا يروح هذا مع هذا مع هذا يروح أي نشر ناقص جذر ثنين وهذا مع ذا ناقص إي جذر ثنين في جذر ثلاثة يدخل على بعضهم البعض هي جذر ستة هذا وهو ولا دي الشكل الجبري ها هو الحقيقي ها هو هنا التخيلي برافو ثم برافو ثم ألف برافو شوفوا لي دي بنتي إلا كان فهمت خليلي تعليق باللي استاذراني كملت الفيديو وفهمت كلش وقل لي يا أستاذ زيد حط النع بها إن شاء الله هذا المحور يصبح أسهل المحور تبدو فيه النقطة كاملة بإم الله في الآخر لا تنسونا بالدعاء بالصحة والعافية والترحم على الحمد الطاهرة أيا خليلي تعليق سلام